السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله هنبدأ النهاردة حل اسئلة بوكلت من المتوقع ان شاء الله انه يتيجي السنة دي بازن الله وموجودة في بنك الايه المعرفة السؤال الاولاني بيقول لي عاطيني ثلاثة اشكال الاشكال دي موجودة في كتاب المدرسة موجودة في الامتحانات موجودة في بنك المعرفة اي من الاشكال السلاسة يمثل انسة انسان انسة انسان سليمة نبص الاشكال التلاتة كده ايه اللي هي السليمة اللي فيها وانسة طبعا معروف ان الزوج تلاتة وعشرين ده متماثل تلاتة وعشرين نبص على اده كده متماثل ولكن عشرين غير متماثل يبقى موش سليم لانه ممكن التفاضل ما بين الشكل التاني والتالت الشكل الاول برضو ممكن لكن 21 فيه ايه كروموسوم واحد يبقى الكروموسوم الواحد ده ابطل ان ده يمثل انسى انسان سليمة يبقى انا عندي الاجابة النموذجية هيكون الشكل ايه رقم 3 اللي احنا بنقول عليه ايه جيم يبقى دي اول حالة عندنا طيب اي من الاشكال التلاتة تظهر فيها بعض الكروموسومات في ازواج غير متماسلة احنا لسه ينين الوقت الازواج الغير متماسلة هنا ايه لكن ده فيه كروموسوم واحد يبقى كل ده متماسل ده في كروموسوم واحد ده غير متماسل يبقى الوقت هنا نشوف اي من الاشكال الثانية طبعا يبقى الايه الشكل رقم ايه بقى اللي هو رقم اتنين ايه طيب اقل عدد الكروموسومات يكون فيه الشكل شيء طبيعي هيكون رقم ايه واحد ليه لان ناقص كروموسوم هنا لان احنا قلنا ده في رقم واحد واشن ايه ناقص كروموسوم نحاول نفهم الاسئلة لان فيه اسئلة حلوة فيه اسئلة حلوة فيها افكار يعني السؤال الرابع اللي جاي ده اذا حدث انقسام في بعض ناس اطلق بطو فيه حتى اسناء النقاش وكانت المفاضلة او الاختلاف ما بين بهواجيم بهواجيم طبعا الف ودال مستبعدة نهائي نفهم السؤال كده مع بعض على اساس برضو ايه يعني ممكن يجي اذا حدث انقسام ما يتوزي نركز في الكلمة كده اذا حدث انقسام ما يتوزي هتقول لي ا او هتقول لي ا اتنين ان ممكن انقسام ما يتوزي اه بس دي خلية جسدية يبقى احلام نبدأ الانقسام كده نفهم مع بعض كده الرسمة نبدأ الانقسام بخلية جسدية خلية جسدية لانه وقال لي ما يتوزي يبقى جسدية خلية جسدية في اتنين ان خلاص بيقول لي ثم انقسام ما يوزي اذا حدث انقسام ما يتوزي دي خلية جسدية حدث انقسام ما يتوزي يبقى لازم يطلع لي ايه اتنين ان واثنين ان نركز كده في المعلومة دي هل حدث هنا في جيم يبقى خلاص جيم راحت طب نتابع به كده هي بيه طبعا صح ان شاء الله فمنقول خلية جسدية حدث فيها انقسام ما يتوزي فعلا طلعت لي اتنين ان طيب يبقى خلية جسدية انتجت اتنين ان اللي هو انقسام ما يتوزي ياليه او يعقوبه انقسام ما يوزي ان لما اتحد الان مع الان في عملية اخصاب تكون ايه اتنين ايه ان يبقى الاجابة النموذجية عندي ايه اتنين ان نركز عشان ما نحلش كده وخلاص نيجي للسؤال رقم خمسة من خلال الجدول التالي الترجيب الصبغي للفرض رقم واحد هو نركز او كده في هذا السؤال السؤال ده بيقول لي يا ترى نجيب واحد ازاي نفكر مع بعض الطريقة السهلة جدا بنستفيد من بعض الحاجات يعني ايه نستفيد من بعض الحاجات يبقى انا عندي هناوت مثلا هنا فيه ايه عبارة عن ايه او جاي نتيجة ايه ضرب هذا الجين مع هنا مع الجين ده طب نفكر مع بعض كده ايه كابتل وهنا ايه كابتل بي كابتل وفيه هنا بي كابتل يبقى اللي بقى ايه 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 سمول بي كابتل هعملها فوقها هي عشان تبقى ايه سمول بي كابتل يبقى المفروض دي هنا تبديت انا هستفيد منها بحاجة او هستفيد منها بحاجة ان انا النامبر وان ده ها هتكون نتيجة ضرب ايه هنا ال ايه سمول بي سمول مع هنا طب هنا دي ممكن اجيبها منين نتيجة ضرب ايه في ايه يعني اولا دي الناتج ده جاي من اين من نتيجة ايه بي في اللي هنا طب ما نشوف كده الده ناقصنا هنا بس لو احنا جبنا هنا الجين هنا تبقى سهلة طب نشوف كده ايه و ايه بي سمول و بي سمول يبقى بقى ايه هنا ايه سمول بي سمول اي سمول بي سمول يبقى كده نقدر نجيب ايه وان نقول الفكرة تاني هو طالب مني من خلال الجدول التالي التركيب الصبغي لرقم واحد هو اجيبه منين اولا لازم افكر كيفية الحصول على واحد بضرب الجين اللي هنا مع الجين اللي هنا والاتنين نقصين طب اجيبهم منين استفيد من وجود الجين ده والناتج اللي طالعلي خلاص بنترح ده من ده بديني ايه الجين ده طيب هنا باستفيد من هذا الجين مع الصفة اللي موجودة ظهرة مع الجين ده خلاص او الامشاج اللي موجودة هنا لان معروف ان الصف هنا وهنا امشاج خلاص ده الجيل اللي ناتج خلاص يبقى جيل الناتج او التركيب الصفغ اللي طالع هنا هوا。 باستفيد منه بايه? ان انا اجيب فعلا المشيج اللي هن. يبقى انا عند المشيج اللي هنى اجبته والمشيج اللي هنى اجبته. يبقى سهل جدا اجيب ايه? واحد. طيب هنجيبه ازاي? إسمول إسمول. بي كابتل بسمول إسمول بي كابتل بسمول. يبقى اللي جاب عندي رقم بق. طيب رقم ستة هل يعبر الترز الكرموسومي المقابل على شخص طبيعي ام شخص غير طبيعي خلاص ولماذا شيء طبيعي انه عنده كرموسوم رقم 9 مش مزبوط يبقى لعدم تماثل لعدم تماثل الآيه زوج الكرموسومات رقم ايه 9 هل يعبر الترز الكرموسومي المقابل عن شخص طبيعي لا طبعا شخص غير طبيعي لماذا لانه غير متماس يبقى ده شخص غير طبيعي شخص غير طبيعي ليه شخص غير طبيعي لأن الكورموسوم رقم تسعة غير متماثل غير متماثل لأن احنا عارفين الكورموسومات المفروض في ايه أزواج متماثلة مع عدد الكورموسوم الجنسي اللي هو الخاص بالذكر X Y بيبقى غير متماثل سؤال رقم سبعة في حتة فنية برضو إذا علمت أن عدد الكورموسومات في خلية من جلد الإنسان تساوي سين نركز كده عدد الكورموسومات في خلية جلد الإنسان يعني الستة واربائين مع جلد الإنسان يعني جسدية جسدية يعني ايه بمحتواها يعني اربعة واربائين زائد X X بالنسبة للذكر الأنسة أربعة واربائين زائد X Y بالنسبة للأنسة يبقى هنا هوت أنسة وهنا ايه زكر نركز كده في الكلام تاني ستة واربائين كورموسوم عبارة عن أربعة واربائين زائد X X في الأنسة الزكر أربعة واربائين زائد ايه X Y طب أنا عاوز أقول ايه من الكلام ده بقى خلية جلد الإنسان سواء أنسة أو ذكر عبارة عن أربعة واربائين كورموسوم جسدي وزوج ايه جنسي هي دية الموضوع يعني الستة واربائين كلما على بعضها رمزها سين فإن عدد الكورموسومات الجسدية ما قلش كلها يبقى الجسدية سين ناقص اتنين هنطرح منها ايه زوج الكورموسومات الايه الجنسي يبقى دية سين ناقص ايه اتنين نفهم عشان فيه ناس اتلخبطوا فيها كتير زوجة الكورموسومات الأصغر في الحجم من زوج الكورموسومات رقم سبعة بالطرز الكورموسومي للإنسان هو الزوج رقم طبعا بيقول لي الأصغر في الحجم من رقم سبعة طبعا إنه هيبقى رقم تمانية والتوتل كله المجموع الكل في الكورموسومات معروف له ايه تلاتة وعشرين يبقى أنا عندي تمانية وتلاتة وعشرين يبقى الإجابة رقم دان هي الإجابة الصحيحة نبدأ سؤال إذا كان جين الصفة إذا كان جين الصفة صفة لون العيون البنية بي كابتل في الإنسان سائد على جين لون العيون الزرقاء بسمول وجين عمل ألوان صفة مرتبطة بالجنس محمول على الكورموسوم مؤتمدا على الجدول الآتي طالب مني اكتب الطرز الجينية والمظهرية للأفراد واحد واتنين وثلاثة واربعة نعملها كده بالراحة مع بعض رقم واحد رقم واحد اتنين تلاتة أربعة طالب مني طرز جيني يعني هي طرز جيني يعني الكورموسومات أو الجينات الموجودة عندي طيب نشوف رقم واحد يطلع إيه الأول نعمل الطرز الجيني في الأربعة كده الأول واحد عبارة عن إيه بي سمول بي سمول اكس سمول اكس سمول يبدأ اسمه الطرز ايه الجيني طيب نجيب رقم اتنين نخلص كده الأرقام الأول بي كابتل بي سمول اكس سمول اكس ايه سمول دي ما زلنا في الطرز الجيني الطرز ايه الجيني نركز كده في المعلومات رقم تلاتة بي كابتل بي كابتل بي سمول اكس بي كابتل رقم تلات بي كابتل بسمول اكس سي كابتل واي طيب رقم اربعة بسمول 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 اكس سي كابتل خلاص واي يبادية الترز الايه الكروموسومية او الكروموسومات الايه اللي عندنا طيب عايزين نقول ايه ده الترز الجين عايزين الترز المظهر الترز المظهر نجيب الترز المظهر ازاي ترجمة حرفي طبعا بسمول بسمول عيون زرقاء لان بي كابتل بي كابتل هي اللي بني خلاص يبادية عيون انسة عرفت انسة منين اكس واكس طب هنا انسة هنا زكر هنا زكر من الواي طيب هنا انسة عيونها عيونها زرقاء مصابة بعمى الالوان عرفت منين سي سمول سي سمول طيب ما زلنا في الانسة هو مصابة بعمى الالوان طب هنا انسة عيونها بنية تب ليه بنية لان البني يسود سيادة تم على مين الازرق ازا بي كابتل وبي كابتل بيبقى بني امتى يبقى ازرق بسمول بسمول فقط ازرق يبقى الوقت هنا بي كابتل بسمول بنية يبقى انسة عيونها ايه بني مصابة اه مصابة بعمى الالوان سؤال مهم وجميل طيب هنا زكر خلاص عرفنا زكر ليه اكس واي طيب عيونه عيونه بني لان اتفقنا البني الهاجين والايه ويه الكابتل اللي هو النقل مصاب لا سليم عرفت اللي هو سليم من اين اكس سي كابتل طيب هنا اكس سي كابتل برضو اه زكر عيونه زرقاء زكر عيونه زرقاء سليم سؤال جميل واعاوز تركيز ويبقى سهل جدا معنا طيب السؤال رقم خمستاشر ان شاء الله عندنا الشكل المقابل يمثل انواع فصائل الدم الف اكتب رقم ورمز الفصيلة اللي تتعبر عن العبارات التالية طيب بيقول لي رقم واحد انا عاوز رقم ورمز الفصيلة اللي تتعبر على عبارات التالية رقم واحد عندي بيقول لي بها مولدات الالتصاق ايه وبي ايه هي اللي فيها مولدات التصاق ايه وبي طبعا رقم ثلاثة ليه رقم ثلاثة مستقبل عام خلاص يبقى اللي فيه مولدات التصاق بنقول مستقبل عام اللي هو فصيلة الدم ايه بي خلاص يبقى الوقت انهوت رقم ايه الاجابة رقم ايه ثلاثة ده مستقبل عام طيب بيها مضاد الالتصاق انتي بي طبعا هيبقى رقم اتنين لان دي فصيلة بي يبقى دي فصيلة ايه الايه فيها الانتي بي خلاص يبقى عندي هنا هوات رقم اتنين نركز كده في فصيلة دم لان فيها اسئلة جميل رقم ثلاثة عايزين رقم ورمز رقم ورمز الذي يسمى بالمواطع العام من المواطع العام رقم واحد رقم ايه واحد طب رقم واحد فصيلة الدم ايه اوه طب رقم اتنين فصيلة الدم ايه لانه عايز برضو ايه الرمز بتاعه خلاص طيب رقم ثلاثة اللي عندي هنا فصيلة الدم ايه بي نركز كده في السؤال تاني طلب مني حاجتين اكتب رقم ورمز الفصيلة رقم ثلاثة ايه بي رقم بيها اللي بيها مولدات الاتصاق معروف ان ايه 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 وبي بيها مضادات الاتصاق انتي بي شيء طبيعي انها تبقى فصيلة الدم اللي هي ايه وهي رقم اتنين في الرسم طيب تسمى بالمواط العام طبعا معروف اللي هي فصيلة المواط العام اللي هو او وهي رقم ايه واحد نشوف رقم باء اذا تزاوج رجل من فصيلة رقم واحد يبقى الرجل فصيلة دم او يبقى ده رجل مع انسة فصيلة دمها رقم ثلاثة اللي هو ايه بي شيء طبيعي حاجة زادية بنعمل مسألة سريعا عشان برضو ايه نعمل نفسنا في الاجابة ومناخدش حاجة كده بالايه بالبركة يبقى هنا ايه وهنا بي خلاص مش مهم بقى الايه ان احنا نقول ده مذكر ما عليش مقاش مطلوبة مني مسألة رسمية ده حاجات للنفس بيرانس جامية تساوت الطريقة اللي احنا شغالين بيها وطريقة الجدول وبعتبرها من اسأل الطرق برضو عشان ما نلخبطش نفسنا في وجهات النظر التانية التوصيلات ما فيش مشكلة مش هنأترض ولا ان ايه هنعمل حاجات يعني ملاش لازمة في الكلام هنا ايه وبي نبص كده الناتج ايه او ايه او ادي فصيلة دم ايه بي او بي او فصيلة دم يعني خمسين في المية فصيلة دم ايه خمسين في المية فصيلة دم بي طب ايه المنظر هو عاوز يقول ايه دي الابناء دي الابناء اللي طالع نقرأ كده ازا تزوج الرجل من فصيلة الرقم واحد اللي هي او مع فصيلة رقم تلاتة اللي هي ايه بي ثم وقع حادث لأحد الأبناء اي حد من الابناء فصلة دم ايه او بي وحدث عنده نزيف في اي من الوالدين يستطيع انقاذ الابن سؤال جميل شاء طبيعي الرجل لان فصلة الدم او معطي عام يبقى نقول اللي هيقدر يديله الاب اللي فصلة دم ايه فصلة دم او لانه معطي عام لانه معطي عام يبقى ده ممكن اللي ينقذ ابنه ويدديله اما الام ما تقدرش ناخد منها فصلة دم ايه لان ايه بي مستقبل وليس معطي اما اللي يعطي بشكل عام لعدم موجود اللي هي مؤلدات الارتصاق ال ايه وال بي في فصلة او ما الترز الجينية للفصلة بي ايه هو الترز الجيني ال بي معروف ان لها ترزان بي كابتل بي كابتل و بي كابتل او يبقى ده ترزان الجينيان بتعمين فصلة الدم ايه بتاع بي طيب نيجي رقم 16 وده اخر السؤال للنهاردة ان شاء الله ونبقى نكمل معاكم في حلقة تانية افحص الجدوى المقابل الذي يوضح الكشف عن فصائل الدم ثم اجب عن الاسئلة الاتية نمر الف حدد نوع فصائل الدم المتوقع في كل حالة من الحالات المشارق الى في الجدوى شيء طبيعي حصل تخصر مع الانتي ايه يبقى ديه فصيل الدم ايه ايه السبب؟ فصيل الدم ايه تحتوى على مولدات الالتصاق ايه فطبعا بيحدث تخصر مع الانتي بتاعها ليه الانتي ايه طب هنا حدث تخصر مع الانتي بي خلاص يبقى هنا فصيلة الدم ايه بي ليه فها مولد الالتصاق بي اذا بيحدث ايه على طول تخصر طيب حصل تخصر في الاتنين يبقى عندي فصيلة الدم ايه بي لانها فهل اتنين فيها مولدات الالتصاق الا والب هنا ما حصلش حاجة يبقى فصيلة الا يبقى ده لنا قلته الوقتي اجابة الف ما الفصيلة التي تحتوى على كل منها نوعي مولدات الالتصاق شيء طبيعي اللي حصل فقط تخصر يبقى الفصيلة A-B نركز الاسئلة ما الفصيلة التي تعطي الدم الى جميع فصائل الدم الاخرى O طبعا لخلوها من مولدات الالتصاق اذا كانت فصيلة دمك A يبقى فصيلة دمي A يبقى فيها احتمالين يا A كابتل A كابتل يا A كابتل O وفي احتياج الى نقل دم انا محتاج نقل دم وفصيلة A فما فصائل الدم المناسبة لفصيلتك ولماذا طبعا فصيلة الدم او الفصائل المناسبة يا اما A يعني انا انا باخد زي من اللي زي فصيلة دم A خلاص او فصيلة دم A دي كان اخر سؤال النهاردة في حلقة النهاردة ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم وتعرفوا زميلكم عشان يوصل لكم كل جديد والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة